يومان على انقضاء مدة عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض والواقع ألا تحركات ملحوظة بهذا الصدد باستثناء ما علنته وزارة الخارجية التي أكدت استئناف أعمالها في العاصمة المؤقتة اعتبارا من اليوم بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليق عملها هناك الخارجية تؤكدت في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض وبهذا تكون الخارجية أول وزارات الحكومة التي تستأنف عملها في عدن عقب توقف عمل كافة الوزارات منذ أغسطس الماضي على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على المدينة الرئيس هادي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة بالعمل فورا على تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في العاصمة السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي لكن مصدرا حكوميا صرح لصحفة القدس العربي بأنه من المستبعد عودة الحكومة بالكامل خلال هذا الأسبوع بسبب الوضع الأمني موضحا أنه من المرجح عودة رئيس الوزراء ووزير المالية فقط من أجل العمل على إعادة صرف المرتبات المتوقفة منذ انقلاب الانتقال على الشرعية أما بقية الوزراء سيقومون بتسيير الأعمال حتى إعلان تشكيل الحكوم الجديد الشهر المقبل بحسب البرنامج الزمني لاتفاق الرياض